والمؤسسات التربوية بولاية غردايا أولياء تلميذ الذين رفضوا تلقيح أبنائهم ضد وباء الحصبة والحصبة الألمانية بإمضاع تصريح شرفي بخط اليد يؤكدون فيه رفضهم لتطعيم أبنائهم فيما وصلت الفرق الطبية عملية التطعيم وفق مخطط سطرته مديرية الصحة عبر مختلف المؤسسات التربوية التغطية لعاصم بخاري تاك يكتبين سيناتور تاو الإسم تاو يقال يزيع في البلد ويجيبها الإدارة وبصحي يشمحك الولد تاو وما أنا قدرتها صحيح درق لي عادوا تلقيح من كار نتاو من هالي زادوا در تلقيحات كيفاش تعود زيدوا برونشان مون زيدوا تلقيح وطا أنا باقي نفهم بارك يعطونا مفهوم كما قولوا واضحوا دقيق هم الوثيقة اللي يقول لك ربع سنيها في حالة لكاش موقع الطفل قال بتكم سني عليه صدي يعني انتالي ركا مسؤولي عليه احنا يا أخي هذه الوثيقة ما سنيوهاشي والتلقيح هذا ما عنا من ديره بي مكحتين 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 موليسة بل رئي أمراضي اللي تقول باللي هذا وكشف مدير والتربية لولاية غرداي أن نسبة عملية التلقيح تبقى ضئيلة جدا مقارنة بما كان متوقعا مرجعا السبب لأولياء التلميذ الذين رفض أغلبهم القياح بعملية التطعيم بالرغم من التطمينات الدولة لا يمكن أن تخسر أموال باهظة من أجل لا شيء ولكن بقي الأولياء يرفضون هذه العملية فكانت العملية شبه أو خليل جدا يعني نسبة ضئيلة وضئيلة جدا في الموضوع رغم أنني اجتمعت مع مديري الابتدائي وذهبت إلى بعض المدارس الابتدائية وأعطيتهم تعليمات بأن يفتحوا الباب ويقنعوا الأولياء بأن القضية ليست كما يتصورها البعض ليست كما تدولتها وسائل الإعلام لكن مع الأسف الشديد لا يمكننا أن نتحكم في الأولياء رغم محاولة في شأن المغير يشتك سكان حي الموحدين وسط مدينة تلمسان من وضعية أسقف الحي التي يعود تاريخها إلى مئة السنين والمهددة بالانهيار مما جعل حياتهم وحيات المارة في خطر تفاصيل الموضوع مع أمين وسعودي هي أسقف حي الموحدين أحد أقدم الأحياء وسط مدينة تلمسان التي بات تشكل خطر حقيقيا على سكان الحي وحتى المرة فالأسقف التي يعود بناؤها إلى عقود من الزمن مهددة بالانهيار في أي لحظة خايفين نتاح الوحدين هنا تكتلوا أغشوها الخشبرة هم هرسا ما شكينا لهم لما عطينا المدري عطينا السوالح عاونونا في السوالح نحن نقدمها غير بعدنا أهلك سحاصة في أقلها دي تروزاني ولا كاترانية دي ما ما بينوش كام نوجهم سكان حي الموحيدين يناشدون السلطات المعنية بإيجاد حلول لوضعية هذه الأسقف الآيلة للسقوطة مثل الآن جاء أحدهم هنا وصوروا الحالة وكل شي وما كانوا كنت لك شوف شاف دايرة أحدهم جاء هنا سابق ما شي هذا لك أنه جاء هنا بي بلي بمبي بلو بي جي وعملوا دي زنكات هنا ما كانوا دوك 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 ما كانوا وبين السلطات المحلية ومسؤلو الثقافة والقائمين على آثار تاه سكان حي الموحيدين المهددون بالخطر في شأن المغير انطلقت بولاية بيسكرا انجاز سلسلة محطات الوقود على مستوى الوطني بمواصفة عالمية توفر كافة الضروريات وبتقنية حديثة انطلقت واحدة منها بي بيسكرا المؤسسة تعد أكبر نقطة تخزين وتوزيع للوقود بالشرق الجزائري يقول عريري حاب مؤسسة بيترو باركا بي بيسكرا رغم حداثتها استطعت أن تنشئ مركز لتخزين وتوزيع الوقود الأكبر من نوعها على المستوى الشرقي الجزائري لتدخل في مرحلة أخرى تتعلق بإنجاز سلسلة محطات الوقود بمواصفات عالمية توفر مختلف الضروريات لمستعملي الطريق ومجهزة بأحدث الوسائل كما تضمن تغطية لهذه المادة بمختلف أنواعها بكميات كبيرة كما أن المحطة تعمل بجهاز التحكم عن بعد وبتقنيات عالية والحمد لله سلمت وطيعنا مروحنا وكثر الخير المساهل اللي يوقعوا معانا في الحق قال لك الإيسان عادي يخدم وعمر يتفضل محطة اللي هنا سعة تخزين تاحها 300 متر مكعب فيها 150 متر مكعب مزود والباقي ممتاز وبيد الرصاص وممتازين عادي و20 متر مكعب تأثير غاز وما يحسب لمسيري المحطة أنها توفر مختلف منتجاتها المصنوعة محليا وبجودة عالية نحن على كل حال هذا المستمر نحن نفقد من بداية إلى غاية نهاية المشروع وعندهم مشاريع أخرى نحن نتم ونزكي ونسعى لكي نسعد المستمر وكذا كل مستمره هي مرافق مختلفة منتظرا أن يتم تعميمها على سلسلة تبلغ في المدى المتوسط نحو مئات محطة بمناطق مختلفة أهمها أقصى الجنوب وبالنتيجة فإن مؤسسة بيترو باركا تمكنت في ظرف وجيز من القضايا على ندرة الوقود بمختلف أنواعه وكذا قارلات الغاز تتشبت والمرأة الريفية بقرى ومشاة ولاية خانشلة بقيم الخالدين حيث مزالت مرتبطة بأرض الأباء والأجداد برغم سياسة النسيان التي طالت نساء الدواوير النائية كحالة الخالة دالية التي ظلت تحمل صورة الوطن في ذاكرتها تقرير رشيد مقدم هنا بقرية كدية الجمحة الوقع ببلدية عين طويلة ولاية خانشلة داليا مسعودي امرأة قروية ظلت متشبثة بقيم الخالدين والتضحية الجسام التي قدمها حماة الوطن عربونا على مذبح الحرية الحج داليا ظل الوطن صوتا في فؤادها بينما تخطف مسقط رأسها وسط عائلتها وقد تقدم بها العمرو وبغاية البلاد بلاد الثورة ما يشقاش باشي احنا ادم شهده كله وحنا ايساقية باشي يجي والعباد يديرون لنا لا رمال والله يديرون لنا الماشينا والله لعمل شو ما يتغو بالمال احنا تغينا بالدمل تحت شهده خالتي داليا نموذج للمرأة الريفية التي كانت ولزالت مرتبطة بأرض الأباء والأجداد رب إن شاء الله يحفظ الله في الحدود كما يحفظه بكر يعني بيحفظ ليه في الحدود احنا احنا راقدونه هما هما يحسوا علينا رب يحفظهم رب يحيد عليهم اللي بلا فبمشتة كدية القمح بولاية خنشلة تبقى خالتي داليا متمسكة بماضيها الجميل برغم النسي عن بالنسبة لثمانية مارس جاملة يتفكرهم ولا يكرموهم ولو بوردة ولو بكلمة طيبة ولو والمرأة هنا عندنا في تافرنت المرأة الريفية ثمانية مارس هذا ما تسمعش به أصلا ماعنا بلاش وش هو ثمانية مارس ولا ثمانية مارس يوم عادي بنسبة للمرأة عناها ما كانش تعي ما كانش تحسيس ما كانش التفات المرأة القروية تعلقت بوطنيتها فتزينت براية الوطني ولبست أبيضا حفاظا على بياض النقاء والكرامة بإدوار كدية الجمح تعتبر صليحة واحدة من النساء لوات رفعنا التحدي في خدمة الأرض حيث اختارت مهنة الفلاحة التي صعوبت على شباب اليوم نتعرف عليها في هذا البرتري لعالي محمد زين العبيدين هكذا تستقبل صليحة يومها ككل صباح بإمكانياتها البسيطة وطموحها الجامح وعشقها لمهنة صعوبت حتى على شباب اليوم لا يؤنسها إلا نسيم الهواء ومنجلها ولا يستهويها إلا حبها للأرض ومهنتها كفلاحة رغم شبابها نحن على قدر الحال نايدين في الغابة كما رأيك تشوف من اللي كنا صغار كنت نجينا ومرخون تاعي والغالب أخي شدتوا الخدمة وتوليت المسؤولية نتعال غابك كل هكذا من حراتها سقيان كل شيء هذا الحواج وتوليتهم أنا وربي يعطي إن شاء الله صعوبات العمل تذللت أمام إرادتها الصلبة فكانت قدوة ومثالا يحتدى به في تحدي قساوة المهنة التي اختارتها ولكن تحديها فاق كل الأوصاف فعشقها للنخلة جعلها لا تتهيب صعود القمم تحتاجوا شوي دعم حقيقة مدابية الغابة قاعدت رمي الغابة مدابية الرمل غير قريب حقيقة شوي عتت صار شور كاميواتي تخلو لشوي رمي الغابة مدابية شوي دعمه هنا يقف المرء عاجزا عن الوصف ولا يمكن أن يختم القول إلا برسالتها لكل مرأة جزائرية وعربية بالمناسبة عيد المرأة صح عيدكم يلقع نساء ثانيا بالنسبة للفلاحة بالنسبة للغابة شيء ما يخوف شيء خلاص يعني شغل إرادة وشبيه حماس يعطي كل شيء تحية للمرأة الجزائرية المتابرة نذكر